نضعنا في تفاصيل هذه الزيارة وجدوى الأعمالها والهدف منها الزيارة التي بدأت قبل قليل وكان في استقبال رئيس الوزراء العراقي بمطار القاهرة المصري رئيس الوزراء المصري التقاه وربما خلال الدقائق المقبلة سيلتقي أيضا رئيس الوزراء العراقي برئيس المصري للتباحث في العديد من الملفات قبل أن يكون هناك ولعدة ساعات جدول أعمال يضم العديد من اللقاءات سواء الثنائية أو حتى اللقاءات الجماعية بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المرافقين له مع الوزراء المصريين لتوقيع العديد من الاتفاقيات وفي ختام زيارتها أيضا سيلتقي بشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب وسيكون اللقاء مثمر للغاية بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية وتطلعاتها لذلك اللقاء على الجانب الاقتصادي والسياسي سيكون الأمر محتوم في العديد من النقاط المتعلقة بمشروع الربط العراقي تلك هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي الشياع السوداني في القاهرة ولكن كانت هناك العديد من اللقاءات التي أجريت خلال الفترة الماضية بينه وبين مسؤولين مصريين وكان من بينها لقائه مع الرئيس المصري في العلاقات المصرية الأردنية العراقية وتلك العلاقات والاجتماعات الثلاثية التي تنعقد منذ عام 2019 وحتى تلك اللحظة وكان آخرها في عام 2022 تطمح المزيد من العلاقات بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي ولكن اليوم وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية بين مصر والعراق فكانت هناك اتفاقات خلال الأعوام الماضية كانت تلك الاتفاقيات تتعلق بالنفط مقابل الإعمار تلك هي الاتفاقية الرئيسية التي عملت عليها مصر مع العراق خلال الأعوام الماضية وتحاول تسيير تلك الاتفاقية على أرض الواقع خلال ذلك العام من خلال توطيد أيضا العلاقات المصرية العراقية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات كان رئيس الوزراء المصري وقعها خلال السنوات الماضية وصلت الاتفاقيات بين البلدين إلى 15 اتفاقية حجم التبادل التجاري في عام 2018 وصل إلى مليار وستمائة وخمسين مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين ربما انخفضت حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية قبل أن يزيد مرة أخرى خلال العام 2021 و2022 ويطمح مصر والعراق لزيادة حجم التبادل التجاري هذا العام مع توقيع الاتفاقيات بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية بين كلا البلدين بالإضافة أيضا إلى حجم التحولات من المصريين للعراق أو من العراقيين الموجودين هنا بمصر إلى العراق والعكس أيضا من المصريين الموجودين بالعراق